نغزي الآن لمتابعة كلمة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في ضوء دعوات لحركة شعبية في المدينة عن ذلك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها ويشعر المواطن الليبي مع مطلع هذا اليوم أن صبره قد نفذ وأن مرحلة الاستقرار والنهوذ التي انتظرها بفارغ الصبر ودفع من أجلها الأرواح والدماء قد أصبحت بعيدة البنال إن لم تكن وهما وصربا مع تشابك البصالح الدولية في الأزمة الليبية وسقوط الوعود الأممية وتعهدات السياسة المنقرطين في مسارات ما يسمى بالوفاق السياسي ويشعر أيضا أن كل آماله وأحلامه التي بناها على وعود المصارات القائمة أصبحت تتبدد وتتلاشى ليحل محلها الإحباط وخيبة الأمل والرجاء وفقدان ثقة في كل المؤسسات المحلية والدولية التي تعهدت بمد يد العون للليبيين وأخذت على عاتقها مسؤولية معالجة أوضاعهم المتردية ورفع معاناتهم المتفاقمة مع مرور الزمن ونشهد مع مطلع يوم السابع عشر من ديسمبر بكل مرارة وأسف مؤشرات دخول الدولة الليبية في مرحلة خطرة تنذر بتداهور جاد أو بتداهور حاد في كافة الشؤون المحلية بل استثناء وقد يمتد مداهور الأطراف الإقليمية والدولية وتفتح الأبواب أمام كل الاحتمالات دون اقتراث أو مبالاة من العالم الذي يدعي قدرته على إيجاد الحل وفرضه ودون أن يلمس الشعب من المؤسسات المحلية أو الدولية التي تدعي حرصها على معالجة الوضع وتبنيها ما يسمى بمصارات الوفاق أي إجراءات استباقية عملية جادة تطمئن الشعب على حاضره ومستقبله وتجنب البلاد هذا المنزلق الخطير رغم كل الشعارات البراقة التي كانت تطلقها حوارات المتصارعين على السلطة بدءا بحوارات غدامس وانتهاءا بحوارات تونس مرورا بجنيف والسخيرات وغيرها والتي انتهت جميعها بحبر على ورق للأسف وقد عمدت القيادة العامة للقوات المسلحة منذ أكثر من عام من منطلق الحرص على تجاوز الأزمة التي طال عمدها إلى التواصل المكثف والمباشر مع المجتمع الدولي وتحديدا مع الدول المهتمة بالقضية الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقديم المبادرات للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام والتحذير من مغبة إيطالة أمد الأزمة والتغاذي عن معاناة الشعب الليبي والتنبيه إلى ضرورة الإسراع في دفع الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة إلى حل شامل قبل تاريخ السابع عشر من ديسمبر الجاري واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة تمهيدا لانتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن كمقدمة لتحقيق الاستقرار السياسي إلا أن التراخي الأممي والعناد المحلي وتغليب الذات على مصلحة الوطن والشعب أدت جميعها إلى انتهاء الأجل دون تقديم أي ضمانات حقيقية تؤدي إلى حل شامل وعادل حتى بلغ الأمر حد التهديد والوعيد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا ما أقدمت على أي خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورغم ما نواجهه من تهديدات نعلن وبكل وضوح إن صياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه فهو الوصي على نفسه والسيد في أرضه ومسدر السلطات وهو صاحب القرار في تقرير مصيره بمحظ إرادته الحرة ونرفض رفضا قاطعا أسلوب التهديد والوعيد ونتعهد للشعب الليبي بأننا ملتزمون بحمايته والدفاع عنه وعن مقدراته ومؤسساته وحتى آخر جندي في صففنا كما نعلن رفضنا القاطع لخضوع الجيش الوطني الليبي إلى أي جهة مهما كان مصدر شرعيتها ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي حفاظا على كياننا وبحدته ووفاء لشهدائنا وجرحانا وتقديرا لتضحيات جيشنا البطل حفظ الله ليبيا من كل سوء والمجد والخلود لشهدائنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي يتحدث في أعقاب انتهاء مدة اتفاق الصخيرات ويقول إن حكومة الوفاق الوطني فقدت شرعيتها المشكوك فيها أصلا منذ البداية بحسب حديث المشير خليفة حفتر ويقول إن البلاد الآن ليبيا صارت أمام منزلق خطير يهدد وجود الدولة الليبية واستقرارها يقول إن عمليات الاتفاق السياسي والمباحثات الليبية الليبية فقدت جدواها وأهميتها منذ اتفاقيات غدامس وليس انتهاءا باتفاق تونس الجاري وما بينهما من أصخيرات وكذلك بعض الجوالات التي أجريت في جينيف هذه الكلمة التي كانت مسجلة وبثت قبل قليل في بنغازي تأتي تزامنا مع دعوات جرى إطلاقها للتظاهر في مدينة بنغازي مع ما يسمى بالحراك الشعبي الليبي مع انتهاء مدة اتفاق السخيرات وبالتالي الحديث عن أن حكومة الوفاق الوطنية برئاسة السيد فايز السراج باتت بحاجة إلى صبغة شرعية جديدة تعطيها نفسا جديدا لإمكانية العمل بغطاء شرعي هذا اليوم تحديدا هو اليوم الذي يلتأم فيه جمع وزراء خارجية دول الجوار العربي لليبيا مصر وتونس والجزائر ضمن آليات عمل ثلاثي مشتركة تم الوصول إليها بمعرفة وزراء خارجية الدول الثلاث من أجل حالة الأوضاع في ليبيا وإيجاد تسوية سياسية هناك هذه الكلمة التي ربما تنذر بأن هناك احتمالية تصعيد منتظرة تصعيد على المستوى السياسي إذا كان المشير خليفة حفتر يصب جام غضبه ربما على العملية السياسية في ضوء ترهولها وارتهان مستقبل ليبيا بحديثا عن أطراف يقول المشير خليفة حفتر عنها إنها لا تلقي بالا للصالح الليبي وتعلي من مصالحها الضيقة عن مصلحة الشعب الليبي المشير خليفة حفتر يقول إنه آن الأوان للانصياع لكلمة الشعب الليبي دون سواه لأنه هو الوصي على نفسه نعود مجددا لمتابعة كلمة المشير خليفة حفتر قبل ذلك فقط ننوه إلى أبرز النقاط التي جاءت فيها ونشير كذلك إلى حراك شعبي تمت الدعوة إليه في مدينة بنغازي هذا اليوم تزامنا مع ذكرى السابع عشر من ديسمبر هذا اليوم الذي فيه تم الوصول إلى اتفاق صخيرات في منتجع الصخيرات المغربي عام 2015 والذي كان مؤطرا بإطار قانوني ينتهي بعامين اثنين هذا اليوم ينتهي خلاله عمل حكومة الوفاق الوطني وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات